أهلاً وسهلاً بيكو النهاردة هنتكلم عن موضوع من ضمن الطوارئ في مجال الأزن اللي هو ضعف السمع المفاجئ واحد فجأة صحي وإنه ما بسمعش بيها الموضوع ممكن يبقى مجرد حاجة بسيطة وممكن يبقى حاجة طوارئ محتاجة تدخل على طول مش هيقدر يفرق بصراحة غير لا توجه لعيادة الأنف والأزن من أشهر الأسباب ممكن يبقى المريض عنده مجرد شمع في الأزن متراكم عمله ضعف في السمع ولكن ده ما بيبقاش غالباً مفاجئ بيبقى تدريجي المريض بقى له كذا يوم وده ينوم مسدودة 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 مرة واحدة تسدد تماماً لكن اللي هو وده ينوم كالطبيعية وبعدها بدقائق ما بقاش سمع بيها ده بيبقى غالباً حصل تأثر في العصب السمعي وده بيحتاج علاج ضروري وسريع علشان نلاقي أعلى نسبة شفاة يبقى التدخل السريع والعلاج المزبوط هو اللي بيدينا أعلى نسبة شفاة تأثر العصب ده غالباً غالباً بيبقى سببه التهاب فيروسي ولكن في بعض الحالات اللي قدر له بتبقى أورام بقى في العصب حصل فيها نزيف مفاجئ قدت لضعف السمع فبعد ما بيتم الكشف وعمل مقياس السمع ونتأكد إنه هو نتيجة مشكلة في العصب السمعي بنبتدي نعمل رانين عشان نتأكد إنه مفيش أورام خلاص ما فيش أورام وتأكدنا إنه ده غالباً فيرال انفكشن التهاب فيروسي عمل مشكلة العصب هنبتدي نعالج والعلاج لازم هيبقى فيه كورتزون كورتزون عن طريق الأقراص كورتزون عن طريق الحؤن حؤن في الأزن كورتزون ودي لها فيديو منفصل ممكن ترجعوله سعب نحتاج جلسات الأكسجين مضغوط وأدوية تحسن الدورة الضموية للأزن مع العلاجات دي كلها بيبقى والتدخل السريع بتبقى أعلى نسبة شفاء إن شاء الله نشوفكم على خير ودومتم سالمين